دكتور وليام نعلم بأن المتضررين قلتم بأن هذه الدول لا تريد أن تتضرر المصالح أكثر لكن الصين تضررت مصالحها في هذه الأزمة هل يمكن أن نشأد دور صيني هي من أكثر المتضررين اقتصاديا هل يمكن أن تتدخل الصين في هذه الأزمة وتدخل على الخط ربما للضغط على الحسيين سؤال جيد جدا بالفعل أظن أن الإجابة نعم إن جمهورية الصين الشعبية الآن تراقب الأمور بحذر تهم وبكل تأكيد الصين لا تأبى في حال تمتعرض إلى السفن الغربية الصين لا تهتم بذلك أو حتى الأطقم الغربية إلى آخره الصين لا يهمها هذا أبدا ولكن ما يهم الصين هو المصالح الاستراتيجية للانخفاض أو الإضعاف للقوة الغربية والأمريكية ونفوذها في الشرق الأوسط لأن الصين تهدف إلى أن تحل محل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية في تواجدها في المنطقة لأنها تنوي أن تصبح الدولة ذات التأثير الأكبر في الشرق الأوسط أنا لا أظن أن هذا الأمر جيد بالنسبة للدول الشرق الأوسطية لأن الصين هي متهورة في إقراراتها وهي أيضا تركز دائما على مصالحها الفردية ولكن في حال قامت الصين بأخذ هذا القرار ربما تضغط على الحوثيين من أجل إيقاف أعمالهم وذلك من خلال عملائها في إيران نحن نعرف بهذه العلاقة الطيبة بين النظام الأياط الله في إيران في طهران والصين نعرف أن هذه العلاقة قوية جدا وفي حال تخذت الصين هذا القرار الرئيس شيجينبين يمكنه أن يطلب من آياط الله خامنئي أو حتى من الرئيس الإيراني أن يوقف هذه الضربات ولكن اليوم لا نرى ذلك نعم دكتور وليام على المستوى يبدو أصبح معنا جاهزا إذن ضيفنا من عمان وزير الإعلام أردني الأسبق وأستاذ سميح المعايطة دعني نذهب إليه دكتور وليام أستاذ سميح تحدثنا أنا ودكتور وليام في غيابك عن تسعيد الآن في البحر الأحمر وطبعا نعلم بأن هذا التسعيد أدى إلى قتل ثلاثة أشخاص لهجم الأخيرة للحوثيين والرد الأمريكي والبريطاني قصفوا مواقع للحوثيين أيضا تسألنا أستاذ سميح على إلى أين يمكن أن تسير الأمور في البحر الأحمر وفي تقديركم لماذا تحالف الازدهار أو مهمة أسبيدوس لم تردع الحوثيين إلى حد هذه اللحظة أولا مساء الخير أو صباح الخير لحضرتك والأعظيفك الكريم أو آسف على الانقطاع لكن عمليا أعتقد أن هذا التحالف لم يكن تحالف حقيقي هو كان عمليا في الولايات المتحدة بشكل أساسي ومعها البريطانيا لكن لم يكن هناك تحالف واسع حتى الدول العربية والدول القريبة كانت بعيدة عن هذا التحالف لأسباب تخص تقديرات ورؤية كل دولة لهذا الموضوع لكن بتقديره كمان حتى الأمريكان ليسوا معنيين بتوسيع الموضوع إلى حد خلنا أقول أن نصبح هناك صدام على هذه القضية لسبب أنهم يعلموا جيدا أن الذي يجري في البحر الميت هو جزء من التحرك الإيراني أو صراع النفوذ البحر الأحمر التي هي سعي إيراني لتوسيع نفوذها بالإقليم لتوسيع نفوذها على منطقة حيوية جدا للتجارة ولكل حركة السفن بالمنطقة ولذلك هذا الأمر تدرك الولايات المتحدة جيدا كما هو صراحة أو نوع من المناورات التي تجري بين الأمريكان والإيرانيين في سوريا أو العراق لذلك هي حجمها أو شكل تشخيص الحالة واضح أنه هي سعي إيراني لتوسيع النفوذ سعي لامتلاك أوراق جديدة والمبرر هو العدوان على غزة لكن عمليا الأمر هو جزء من حالات المناورات التي بين الإيرانيين وبين الأمريكان على دوائر النفوذ وعلى رقعة النفوذ في المناطق الحساسة الأمر الآخر أن الولايات المتحدة ربما لديها تصور أن هذا الذي يجري في البحر الأحمر هو مرتبط بما يجري في غزة بمعنى أنه في اللحظة التي يتوقف فيها العدوان على غزة هذه الأمور تمام لأنه كان مبرر الحسيين عندما يقوموا بأي عمليات يقولوا هذا نوع من الانتصار لغزة فهناك تقدير أيضا أن الأمر مرتبط بما يجري في غزة لكن في تقديركم إلى أين يمكن أن تسير الأمور تدعيات الاقتصادية تتصاعد قناة سويس تراجعت وارداتها بخمسين في المائة الصين أيضا من أكثر المتضررين اقتصاديا نعلم بأن العلاقة الصينية روسية الإيرانية وربما باتجاه الضغط ربما على الحثيين أيضا ونعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما كان هناك ربما مواجهة أكبر فهي يمكن أن تتوسع الأمور إلى مواجهة مع الصين حتى ومع روسيا ومع إيران ربما حتى في المنطقة فالسيناريوهات إن كان على المستوى الاستراتيجي الجو سياسي أو الاقتصادي يعني لاستمرار هذا التصعيد هي المفارقة ستة أن الحديث الحوثيين أن هذا نوع من الضغط على إسرائيل هذا الحديث غير سليم لأن الدول المتضررة من ما يجري في البحر الأحمر بالدرجة الأولى مصر وبالدرجة الثانية دول منطقة الأخرى وهناك الصين كما أشارت حضرتك التجارة الصينية وحركة النقل الخاصة بالصين والتصدير الصيني هم المتضررين إسرائيل ربما ما يصلها على خليج إيلات اللي هو عن طريق البحر الأحمر لا يتعدى 7% من حركتها التجارية أو من وارداتها لكن لديها البحر الأبيض المتوسط الذي تعتمد عليه بشكل كبير الأمريكان مرة أخرى لا يريدوا أن يوسعوا دائرة خلينا أقول الصراع في هذه المنطقة ولا يريدوا أن يعطبوا لما يجري في البحر الأحمر بعدا أكبر من تشخيصهم إيلوك زي ما قلت لحضرتك هالتشخيص الأول أنها محاولة إيرانية لامتلاك أوراق أكثر في المنطقة والتشخيص الثاني أن ما يجري أيضا مرتبط بما يجري في غزة وبالتالي هو أمر مؤقت تعتبره الولايات المتحدة وتتحمله خلال فترة العدوان في غزة والحرب في غزة والأمر الثالث أن الضرر الذي يلحق بالصين نعم أستاذ سميح أشكر هو أمر مفرح للولايات المتحدة لن تعرفي حالة التنافس بين الولايات المتحدة والصين اقتصادياً على مستوى العالم نعم شكراً شكراً جزيلاً لكم من عمان وزير الإعلام الأردني الأسبق سيد سميح المعايطة ومن لندن شكراً الخبير في شؤول الجيوستراتيجية والعلاقات الدولية الدولية مورج